حبيت اعمل اختراع وحط اللبن على العجين وقلت اسويه في الفرن طب يا طرح هتطلع نتيجته ازاي؟ تعال اقولك انا عملت ايه؟ قلت اجرب وحط اللبن في العجين وحطه في الفرن واجرب هيطلع النتيجة بتاعته بتبقى ازاي اللي هي عجين تلاش تعالي نعمل حطيت كوبايتين لبن دافي على نص كوبايت زيت حطي رشة ملح معلقتين سكر والخميرة يا بنات تتأكدوا ان الخميرة كويسة يعني نكون متأكدين ان الخميرة دي حلوة يا ام تعملي لها اختبار قبل ما تحطيها هنا حطيت معلقة كبيرة خميرة نص باكوب كومبودر معلقتين سكر دوبت الكلام ده كله بعضه هتحطي خمس كوبايت وعجيني كويس اي عجين في الدنيا تعجيني حلو هيطلع معاك ممتاز ادي له حقه في العجين اتعبيه هيريحك اول ما تعجن فيه كتير هترتاح بعد كده هيديك نتيجة ممتازة هنا حطيت الخمس كوبايت دقيق وعجنت فيه كتير وبعدين روح تسيبته يختمر العجين بالزيت تدي له خمر حلو ويتسيبه يختمر زي الناس مايقعد من نص ساعة لساعة انزاد عن كده بيدي له زعقان وخميرة بطبوز العجين الخمر بتاعه ما يزيتش عن ساعة هنا اختمرت فشيت خمره جبت الصينية يا بنات خلي بالكو الصينية ديت انا غيرتها الصينية ديت نزل منها اللبن كله اللي انا كبيته فيها حطيتها في الصينية ألمونية جبت الصينية ده هندها زيت وقطعت العجين وسيبيه تاني يختمر ادي العجين حقه في عجنه وخمره وسيبيه يرتاح هيطلع معاك كويس جدا هنا قطعته وسيبته بص بقية ستة عندك اي جبنة براحتك الجبنة اللي تحبيها انا كان عبني عندي جبنة موزارلة هنا العجين اختمر جبتي نص كوبية لبن لا كوبية لبن على ثلاث معالق جبنة موزارلة وروحت حطاها دوبتها فيها وروحت حطاها على العجين عندك سمسم حطي عندك حبة البركة حطي كسب ما انت حب حطي هنا قطعت العجين وسيبته كمان بترتاح تاني يا بنات سيبيها تخمر وتاخد رحتها في الخمر بس ما زيتش عن ساعة عشان ما تباش زعقه ميززة كده والعجين بيبوز العجين ميززش الخمير بتاعه ميززش عن ساعة قطعت عبص هنا كده اختمر جبت كوبية لبن حطيت عليها ثلاث معالق جبنة موزارلة حطيتها عليها دوبتها وروحت حطاها على العجين والفرنة كانت سخنة يا بنات قعدت حوالي من نص ساعة لساعة اللى تلت طلقت هشة وخفيفة وطعمة أحل وأحلى عيشتك ليه وأول مرة اجرب احط اللبن على العجين عشان اشوفه هيطلع طعمه ازاي طلعت النتيجة ممتازة هي الصينية نشفت كده بس العجينة كانت طعمها حلوة والله العيش نفسه كان مستوي في اللبن وطعمه جميل وقال فهنا معك